تباين تشريعي جديد 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 لإيمانه بأن التعديل المطلوب متحقق فعلا إذ أنه في حال توافر أدلة جوهرية على وجود جريمة جنائية فإنه يحيلها إلى النيابة العامة وأما إذا ظل الأمر تحت سقف المخالفات فإنه يحيلها إلى الجهات الخاضعة تحت رقابته لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفيما انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى سلامة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون من الناحية الدستورية إلا أنها أوصت بالتمسك بقرار مجلس النواب بضرورة تعديل القانون